موسيقى مساء الخير وحياكم الله في حلقة جديدة من الراصد معنا اليوم العديد من الموضوعات الاجتماعية الهمة جدا لكن دائما وابدا ذكركم تتوصلون عبر حسابنا الرسمي في تويتر الراصد او عبر ارقام الواتساب الظهر الان امامكم على الشاشة اقتراحاتكم همومكم اهتماماتكم ايضا المشاكل التي توجهونها راصلونا وباذن الله تجدونها تطرح عبر الراصد البداية للعنوين وزير العمل وعد فاوفى العاملات المنزلية من اندونوسيا على الابواب موسيقى متحرش حي المنتزة بريدا يتصدر الترند الليلة نفتح ملف النقاش حول التحرش بالاطفال موسيقى تشاهدون ايضا معنا في حلقة اليوم حرائق مرمى نوفيات في المدينة المنورة تزعج الاهالي والاهالي طرقوا الابواب ولم يلقوا الجواب موسيقى موسيقى اختلف الخبراء السدر في جازان بين مؤيد ومعارض موسيقى خفاجي شاعر الوطن رحل وابت ادارة تعليم مكة الا ان تضعه بين العيون والقلوب وتسمي مدرسة باسمه موسيقى يعاني الطالبات جامعة ام القرى باضم من قلة التخصصات لديهم حيث توجد اربع تخصصات فقط نهيك عن تردي مستوى النظافة وتعطل التكييف والاكتفاء بالمراوح في منطقة شديدة الحرارة فعندما تسقط الاسقف يفشل المسؤولون في حل المشاكل موسيقى 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 ينضم الينا من السجهاتنا في مكة المكرمة خليل المالكي ولد احدى الطالبات حياك الله معنا في الراصد الله يسلمك أخي العزيز بداية ما هي أبرز المعاناة مع الجامعة أخي الغالي استبشرنا نحن في محاطة أظم بالأمر السامي الكريم في عام 433 من الهجرة والذي عززه قرار مجلس التعليم العالي في جلسة السبعين والمنعقدة في الأول من شار رجب من عام 1433 بافتتاح الكلية الجامعية بمحافظة أظم ولكن كانت البداية كالعادة متعثرة حيث لم يتم افتتاح شطر البنين إلى عام 1437 هجرية في مبنى مستأجر بتخصصين اللغة العربية وتخصص الرياضيات وانت تعلم أخي الكريم أن هذا التخصص سواء اللغة العربية أو الرياضيات لا تخدم سوق العمل في الوقت الراهن حيث صدرت أمر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خاد الفيصل رقم 40730 بتقسيم ميمتاء في 242438 بنقل الكلية الجامعية من المبنى المستأجر لعدم صلاحية للأغراض التعليمية نعم ونقله إلى مبنى ثانوية أظم الذي سلم لجامعة أم القرى وأصبح تحت صلاحياتها ولكن من هذا التاريخ من عام 1438 إلى الآن لم تنقل الجامعة إلى هذا المبنى نظرا لضيق المبنى المستأجر وعدم توفر فيه أدوات السلامة وأيضا لا يوجد فيه ما يخدم أو يساعد الطالب على أداء الرسالة الجامعية التي تطلب منه البحث والبحث عن المعلومة سواء من مكتبات أو غير ذلك طيب ندخل للإشكاليات اللي داخل المبنى ولكن المبنى كم صار لهم فيه طبعا الطالبات بالنسبة أنا أتكلم الآن عن مبنى الطالبات من عام 35 انتقلوا إليه عملوا مبنى من أربع طوابق ولازال مبنى آخر متعثر المبنى هذا لا يوجد حتى عليه ما يستره لا يوجد عليه حوش ساتر يستر بناتنا داخل الحرم الجامعي اللهم أن اللي موجد عليه زنك من الحديد اشتكينا بناتنا برضو من قلة التخصات أخي الكريم نعم ذكرتها طبعا نعم في قلة تخصاتك هذا في شطر الطالبات حيث أنه لا يوجد إلا أربع تخصات اللي هي اللغة العربية والرياضيات والأحياء والحاسب الآلي وهذه برضو مما سبب في هجرة كثير من العوائل إلى مكة المكرمة إلى جدة إلى قنفدة إلى الليث نعم لاستكمال التعليم الجامعي فيه إشكاليات من ناحية حتى قلة مستوى النظافة من ناحية أيضا مشاكل في تعطل التكييف الاكتفاء بالمراوح أيضا سقوط الأسقف أشياء أبرز أيضا هذه المشكاليات لو تحدث عنها تفصيليا تفضل هناك إشكاليات يا حبيبي أن هناك التكييف تعرف أن نحن في منطقة حارة خاصة في وقت الصيف أن التكييف أنه لا يفي بالغرض المطلوب مبنى يعني دائما في شدة حرارة والتكييف دائما ما بين متعطل وردي البرودة نعم وهذا مما أثارت الموضوع صحيفة عكاظ يمكن قبل أسبوع من هذا اللقاء حول أن أغلب القاعات الدراسية لا يوجد بها تكييف جي أيضا بناتنا أطلقنا هاشتاقات أكثر من مرة ولكن لا يوجد تجاوب طيب طيب خلينا ناخذ الرأي الصحفي نشوف كيف كان التفاعل أيضا مع هذه القضية التي طرحت صحفيا ينضم إلينا المحرر الصحفي بجريدة عكاظ الأستاذ عبد العزيز المالكي عبد العزيز حياك الله في الراصد بداية يعني هذا الخبر وأيضا الأشكاليات الكبيرة التي طلعت عليها كيف كانت ردة فعل جامعة أم القرى تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمسي عليك أخوي عبدالله وأمسي على طيب الكريم وعلى أعزائي المشاهدين خلف الشاشات كمحرر صحفي في صحيفة عكاظ بحكم جولاتها الميدانية والتي تعتبر إحدى نافذاتها هي صوت المواطن وردنا كثير من الشكاوي الشكوى تلو الشكوى نحاول كثيرا أخذ تطريحات واضحة وطريحة من المسؤول بالجامعة من المتحدث الرسمي بالجامعة والذي مثلها الدكتور ياسر كدحطاي أو إحدى المسؤولين بالجامعة ولكن للأسف بلا جدوى كيف؟ إيش اللي حصل بالضبط مع المتحدث الرسمي؟ المتحدث الرسمي يتم الاتصال عليها ومراسلته أيوة تفضل عبدالعزيز نعم تسمعني؟ أي أسمعك تفضل؟ المتحدث الرسمي يتم اتصال عليها أو مراسلته يعدنا بإجابات وافية ووعود ولكن تضح بعد ذلك أن لا إجابات ولا أسباب مقنعة يعني يقول أنا الآن ما عندي إجابة بس برسلكم إجابات وافية نعم أرجع للمسؤول أرجع لكل مشكلة يعني على حدة يتضح بعد كذا أنه لم يتجاوب معه الظاهر المسؤول الإشكاليات منذ فترة طويلة وليست وليدة اللحظة يا أخي عبدالله أصبحت ما في مزملة لدى الطالبات أو الطلاب لأنه أنا لما أقرأ وأسمع هذه المطالبات وأيضا الإشكاليات باعتقاد أنها متعددة ومتنوعة في عدد من الاختصاصات والمجالات بالنسبة للجامع لما نتحدث عن تخصصات نتحدث عن مبنى أيضا غير مؤهل للعملية التعليمية نتحدث عن إشكاليات داخل المبنى ترد لمستوى نظافة وما إلى ذلك يعني يعقل أن الجامعة تلتزم الصمت مقابل مثل هذه الإشكاليات المتعددة كما ذكرناها نعم وخياته لله الإشكاليات صراحة لا تليق بها الصرح فوجود جامعة المفروض أنه يحل كثير من الإشكاليات لأهالي المحافرة من تخصصات أو أمور تحد منها لحجرة الطلاب أصبحت قد نعم صدق عبد العزيز في جهد صحفي أيضا كبير ستستمرون سواء في عكاظة أو بالنسبة لك أيضا في ظل الصمت من جامعة أم القرى لتحديد لأن كل إشكالية منها ترى تستحق الطرح الصحفي بدل ما تطرح كذا على ما قالوا ومجموعة تفضل مجموعة مشكلات في تقرير واحد أكيد أخي عبدالله ونحن من خلال من بركم اليوم نعم وقناة الأخبارية وبرنامج جراثي الذي كما عودنا وطرح المشاكل والبحث طيب عبد العزيز شكرا جزيلا لك عبد العزيز المالكي المحرر الصحفي صحيفة عكاظة إحنا تواصلنا مع جامعة أم القرى المتحدث الرسمي قال أنه الإشكالية في الصيانة تواصلوا مع الصيانة تواصلنا مع الصيانة ولا لقينا رد يعني ما أفهم إذا المتحدث الرسمي ما عنده القدر أنه يجيب أو أنه بالتالي يفهم المشكلة من الصيانة وبالتالي ينقلها لوسائل الإعلام لأنه إحنا في وسائل الإعلام مش مسؤولية أنه والله نروح لكل إدارة دقيقة داخل هذه المؤسسة أم القرى ونبحث عن المشكلة إحنا لدينا متحدث رسمي وقنوات رسمية نتواصل معها وبالتالي نأخذ منها المعلومة مباشرة أعود إليك يا أستاذ خليل يعني بالحديث عن جامعة أم القرى كطالبات تواصلوا مع الجامعة بحثوا عن حلول كان هناك وعود يا أخي نحن لا سبيل لنا غير مواقع التواصل الاجتماعي وعندما حسب ما ينقلون لنا الطالبات عندما يحاولون أن يتواصلون داخل الجامعة لا حياتها لمن تنادأ يا أخي العزيز الطالبة عندما تكون محاضرتها من الساعة 8 إلى 10 الصباح نعم وانت تتجه بعد ذلك لا يوجد داخل الكلية مكتبة متخصصة أو مكان مهيئ لجلوس الطالبات كما نحن نطالب بزيادة الكادر التعليمي داخل الكلية والتوسع في افتتاح الشعب إذا كانت أنت تحدني على أربع تخصصات نعم برضو أيضا يعني يكون هناك تقليص في عدد الشعب هذا الكلام غير معقول بالتأكيد يعني مشاكل متعددة ومتنوعة وإحنا الآن استمعنا طبعا لهذه المطالبات استمعنا للدور الصحفي في نقل المشكلة ونطرحها أيضا في الراصد لإيجاد الحال نتمنى من الطرف الأهم اللي هي الجامعة للمفترض أنه لديها الإجابة الشافية الراصد أبواب مفتوحة الله يحييكم عدم تجاوبكم يضع أكثر من علامة استفهام لأننا نتحدث عنه عن أبسط الأمور مش فقط عن مسألة الاستراتيجية التعليمية والتخصصات وما إلى ذلك لا نتحدث عن نظافة نتحدث عن مستوى مبنى غير مؤهل لأن يكون ويحتوي عملية تعليمية بالكامل متى ما أرادوا بكل تأكيد التداخل لهم الحق في ذلك ونحن إن شاء الله بنستمر في البحث عن هذه المشكلة في حال لم يصن أي تجاوب من جامعة أم القرى الأستاذ خليل المالكي والد أحدى الطالبات شكرا جزيلا لمداخلتك معنا تداول نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي تويتر شكوك حول حالة تحرش بطفل حيث أنكر المجتمع هذا التصرف أيضا طلبوا الجهات المختصة بمتابعة القضية والتي تستحق التأمل والوقوف على الأسباب ومعالجة هذه الإشكالية مما طبعا يؤكد حاجة المجتمع إلى التوعية والتثقيف من خلال المحاضرات وورش العمل وغير ذلك طبعا يذكر أن عقوبة التحرش بالأطفال تصل إلى سجن خمس سنوات وغرامة ثلاثمائة ألف ريال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حياك الله يا أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك حياك الله وأستاذ المشاهدين المشاهدين الله يحييك أيضا تنضم إلينا في الأستوديو الأستاذ هيفا العبلاني الباحثة الاجتماعية في القضايا الأسرية حياك الله أستاذ عبدالي لا يطيك العافية الله يحييكم يعني بالتالي أكيد المقطع ممكن أن تطلعتم عليه بالأمس انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وهي شكوك حول حادث التحرش ونحن لن نتحدث بشكل معمق عن هذا الموضوع لأن لا توجد لدينا معلومات وافية وكافية حتى نتطرق لها بشكل مهني بكل تأكيد لكن بداية بروح في الجانب الاجتماعي والأسري قبل ما نروح للجانب القانوني هاجس التحرش بالطفل بالنسبة للمجتمع كيف ترينه وكيف ترين تعاطي المجتمع أيضا مع تفضلي يعطيكم العافية أول شيء الموضوع هذا على مدار سنوات ممكن نقول وما زال مستمر بمعدلات مخزية ومبكية للأسف التحرشات الجنسية لو نحصيها بنلاقيها معدل عشر حالات باليوم الواحد على مجال دول الخليج هذا الذي تم الإعلان عنها أو الاتصال والإبلاغ عنها لكن اللي مخفي هذا اللي ممكن يكون هو اللي يسبب ألم للأسرة فهي ما تعرف تعالج الحالة فبالتالي الاضطرابات النفسية اللي تكون على الطفل على مدار السنوات القادمة التأهيل النفسي اللي كان بسبب هذا التحرش يكون للأسف انتكاسة تاني انتكاسة بنجي لما بعد التحرش لكن أنت ذكرت أمر مهم هو ارتفاع في الأرقام مع تأكدك كبحث أسرية أن هناك حالات تفوق العدد المذكور أو المعلن بسبب الأوضاع الاجتماعية بكل تأكيد اللي تدعو الكثير أنه ما يبلغ أو أنه يتواصل للجميع بالحرج المجتمعي طيب اعتقدك أن هذه الفكرة إلى الآن موجودة أيضا في زياد في هذه الثقافة أن والله ما أبلغ أخاف من العيب أخاف من الفضيحة وما إلى ذلك للأسف نعم وبي قوة كمان يعني لا ما نجي نقول الناس المتعلمين أو المثقفين أو القارئين أو لا هم جميعهم هي تخاف من الأسرة من الأب من ردة الفعل من الطفل من سمعة الطفل من سمعة الطفلة فبالتالي لا يوجد حلول لهم طيب هذا الحاجز الاجتماعي نتناقش عنه وحتى بندمج العملية القانونية في ذلك يعني أستاذ عبد المجيد قانون التحرش قانون صارم حتى سواء الفيديو اللي أمس شاهدناه وما لذلك ربما تطبق أقصى طبعا العقوبات في هذا القانون باعتقدك كيف يمكن أن يسهم هذا القانون في الحد من حالات التحرش تحديدا بالطفل طبعا بعد الحمد لله والسلام عليكم ومبياء نبينا محمد علاله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نقطة مهمة قبل الحديث على العقوبات المقررة وكذلك نظام مطافحة جريمة التحرش البعض يعتقد أنه ما كان في عقوبات للتحرش سابقا كان هناك جرائم تحرش كان هناك حالات اعتداد تحرش لكن ما كانت منظمة كما يعتقد البعض بسبب أنه ما كان في هناك نظام ينظم هذه الجرائم لا كان موجود التحرش وهناك سواب قضائية موجودة لكن المصدر في تلك الأحكام هي الشريعة الإسلامية وهذا الأصل المنظم السعودي رأى أنه يضع نظام مكافحة جريمة التحرش لاعتبارات أو ينظمها أو يقننها لاعتبارات عدة قد يكون إحداها اطلاع الناس وتوعيتهم بأنه ترى هناك في نظام اسم نظام مكافحة التحرش والنظام هذا يسترعي المحافظة على سرية القضايا سرية تامة ومناولة أو تناول تلك القضايا على مرأة من السرية التامة وهدف آخر أيضا نعلم جميعنا أن التوعية أو الثقافة القانونية بشكل عام عندنا في المجتمع العربي ضعيفة جدا والبعض يعتقد أنه بما أنه ما في نظام اسم نظام مكافحة جريمة التحرش معلاته ما فيه عقوبة للتحرش والتوعية أيضا لها جوانب إنسانية النظام فقط لا يكون للردع إنما حتى للمحافظة يعني نحن نتحدث عن إيصال المعلومة ذكرت معلومة مهمة أن هناك سرية في التبليغ أيضا أهمية أنه هذا النظام في الحالة القضائية لا يعتمد فقط على المتحرش أو المتحرش به إنما كافة المشمولين بالحالة يعني مثلا الفيديو هذا جينا على سبيل مثال يعني كان هناك ناس يصورون ناس موجودين ممتاز ما منعوا مثل هذه الحالات أيضا هذون تطالهم المسؤولية القانونية ناس ما بلغوا وما إلى ذلك صحيح في جزيات يجب أن يوعى عنها نظام مكافحة جريمة التحرش لم يتناول فقط الجريمة والعقوبة المقابلة لهذه الجريمة بل أنه حتى في المادة الثانية نص ذلك صراحة وقال أن الهدف من هذا النظام تنظيم وتوعية المجتمع بجريمة مكافحة التحرش أو بجرائم التحرش وتوعيتهم بالعقوبات المقررة لها وما إلى ذلك وبالتالي النظام لم ينظم فقط مسألة العقوبة بل جعل هناك إجراءات وتدابير وجعل هناك أيضا حتى نوعين من أنواع العقوبات التي هي العقوبة المخففة في وضعها العادي في الجرائم العادية الطبيعية وعقوبات مغلظة ومشددة كما شاهدنا عقوبة المتحرش بالطفل أو بمن لديه نقص الأهلية أو نقول مشكلة في الأهلية بشكل عام النظام نظمها ويجعل العقوبة مغلظة من يوم العقوبة قد تكون من يوم إلى خمس سنوات ومن ريال إلى ثلاثمائة ألف ريال جيد أستاذ هيف المجتمع كيف يمكن يتعامل مع هذه القضية التحرش من ناحية أنه والله أمنعها ما أكتفي فقط دور أنتظر أنه والله أحمي ابني أنه لا يتحرش فيه لأنه أكون مساهم في أن هذا الأمر لا ينتشر بشكل كبير سواء من ناحية المعلومة سواء من ناحية البلاغ عن مثل هذه الأفعال سواء كان أنا المتضرر أو شهد شخص آخر يتضرر بها طبعا إذا إحنا بنحكي عن مجتمع معنى أنه إحنا نحكي بالأساس بالشيء اللي إذا إحنا وعينا وعطينا إيش ممكن يسوون في حالة تم التحرش بالتالي إحنا نقي نفسنا من يعني من مظاهر التحرش اللي قاعدة تسير سواء على مرأة عيوننا زي ما شفنا بالفيديو أو المخفية اللي ما نجهلها وما نعلمها اللي تكون مجرد قضايا قاعدة توصلنا بالعيادات وكيف ممكن أني أنا أتعامل مع طفلي أنا أعلم مجتمعي عبر طريق دورات عبر طريق برشورات عبر طريق تفقيف هاشتاغات لازم أنا أوصل للمجتمع أنه هذا الأمر كارثي وقاعد يصير بشكل يومي لما أنا أوصل لهذا المجتمع بالطريقة هذه المثلة عن طريق وسائل التواصل بيصير فيه وعي عند الأب عند الأم لا إحنا لازم كمان نتحدث مع هذا الطفل إحنا لازم كأسرة نجلس ونتحاور ونعرف إش هو التحرش الجنسي طبعا بطريقة غير خادشة للحياة كون أنا عارفة مستوى طفلي طريقة فهمه بحيث أني ما أسبب حرج لهذا الطفل بإيصال له المعلومة يعني يكون الإيصال من خلال تنبيهة عن المناطق الحساسة إحاءات ما هي العريضة اللي ممكن يستوعبها الطفل إيش الحدود اللي ممكن أنه ما يكون عن طريقة المنامسة عندنا ربعية التحرش اللي يعني داخل بهذا المجال اللي هو أنا كطفل أول شيء يجب علي أنه أنا أعرف ما هي الحدود اللي تكون لي لجسدي عندنا الثانية أني أنا بعد ما أنا أعرف أني أنا أهرب وأني أنا أخبر وأني أنا أخبر أسرتي طبعا طبعا لما أنا إنسان أعرف وبعد كذا أنا إنسان بعد ما أنا أعرف إيش لي وإيش علي صار والله تحرش أو شيء لازم أنا أخبر أسرتي وأهرب من هذا الحدث ومن ثم يتم البلاغ بأي طريقة كانت عن طريق الأسرة أو عن طريق دعم المشكلة في أطفال أستاذ هاي فيمكن يخافون يبلغون أباهم فلن يكون الأمر عكسي من ناحية حرمان من ناحية هاته هاته ممكن الأب يخشى من فضيحة وما إلى ذلك مثل هذه الأبكار اللي ذكر أنه القانون والنظام طبعا يحمي السرية النظام والقانون يحمي السرية هذا الظاهر لنا لكن هي تشوف لما تدخل في القضاء أو بهذه القضية ربما الأب يعلم الأخت الأخت بدأ تقول للزوج وبالتالي هي بالنسبة لها الفضيحة الأسرية العائلية اللي بتكون ملازمة للولد أو للبنت على مدار السنوات نرجع للنقطة هذه لأنها نقطة حساسة وفعلا الناس اللي قاعد يشوفونا فعلا يقولون أنت ممكن تقول النظام ما رح طبعا ينشر هذا الأمر صحيح ولكن الفضيحة الأسرية وهو جانب جدا مهم سننتغلب عليه في سؤال سألتكيات تحديدا ساذ عبد المجيد يعني لو صح هذا الفيديو اللي طبعا احنا ما عرضنا ولكنه منتشر في مواقع التواصل الاجتماعي ونذكر أنه مش متأكدين لأنه هو شكوك وفي مظاهر طلعت تدل على التحرش اللي موجود يصور اللي ما منع مثل هذا الفعل بكل تأكيد أهل تطالهم أيضا عقوبات قانونية نعم بكل تأكيد نظام مكافحة جريمة التحرش نظم ذلك وكذلك نظام حماية الطفل ونظام مكافحة الجرائم المعلومات نعم لما تجي أنت في الحالة الطبيعية المفترض لما أي شخص يحضر أو يشاهد أي جريمة ارتكبة أن يبلغ عنها الجهات المختصة نظام الحماية من الطفل في مادة 22 إذا ما خدت ذاكرة ألزمت أنه أي شخص يضطل على حالة إيذاء الطفل والتحرش يعتبر نوع أو صورة من صور إيذاء الطفل أنه يبلغ الجهات المختصة المعنية بذلك وبالتالي إذا ما أبلغها وتبين فيما بعد أنه كان فيه أحد يعني الطريقة مع كامل احترامي لما نشر المقطع الطريقة هذه جريمة ما قام به جريمة طيب ما قام به جريمة معلوماتية لأنه أنت فضحت الشخص الفاعل وفضحت كل من كان موجود يقولك ممكن أخاف أنه تكون كيدية ممكن أكون متأكد يعني يخشى من بعض أيضا الإشكاليات القانونية أيضا الإجراءات أخذت بعين اعتبار حسنية النية إذا كنت حسن النية طبعا إذا كانت كيدية بيوضح من خلال التحقيقات ومن خلال البحث في المعلومات الأولية لأي جريمة لكن أنت ملزم إذا شاهدت أو حضرت أي جريمة أنك تبلغى عنها وفق الإجراءات النظامية يعني بسيط بس طلع الجوال وبلغ طيب بس ما تروح تصور أشي العقبات الممكن تطالهم من حضر ولم يبلغ أو أنه نشر أيضا ولم يبلغ طبعا مختلفة النظام حماية الطفل ما حدد أرجعها للسريعة الإسلامية وبالتالي هي سلطة تقديرية عند القضاء هذا من جانب لكن من قام بنشر مقاطع الفيديو أو المساهمة في نشر مقاطع الفيديو أو إعادة نشرها أو خلاف ذلك فهذه تطال جريمة معلوماتية بالسجن أو بالغراب وفق نظام مكافحة جراب معلوماتي أستاذ هيفا أبغى تعليق سريع أساس بسألك سؤال ثاني مهم جدا نرجع للمشكلة الفضيحة الأسرية التي يعتقدها البعض لما نفترض أنه ممكن مجتمع أو أشخاص في داخل هذا المجتمع في حالة التحرش أنهم والله يشاهدوا الطفل يتعرض التحرش لم يبلغوا وكان المقطع في ضحكاته وما إلى ذلك كيف يمكن قياس قلة الوعي لديهم من جوانب أسرية وعيض النفسية تفضلي أول شيء أنا بقول أنه إلا ما يطلع شخص إيجابي ويرفض هذا التحرش أقلها إذا إحنا بعدم المساءلة القانونية أو تامت تصوير أو 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 في خط مساندة الطفل ممكن أنا كوحدة من الأعضاء التي شفنا هذا الموقف على طول أتصل 116 111 تابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالتالي مختصين بيردون علي بيوجهوني على طول لا بس أقصد تخديدا لما واحد يشوف حالة التحرش مثل كده وما يتحرك هل نعتقد أنه عنده خلل كبير في تقدير ما هي هذه الجريمة الكبيرة البعض نشأوا على بعض الأمور التي ليس عند الكل هي عب يعني مثلا بعض الأنواع القبلات بعض أنواع الملامسات هم لا يرونها أنه هي خادشة للحياة أو هي تعتبر نوع من أنواع التحرش فبالتالي ربما هي ما تكون لها ردة فعل ولكن نيجي لبعض البقية أو من نفس الجلسين في نفس الموقف هذا نلاقي لأ عندهم ردة فعل نحن الحين نحن نعرف كيف البقية ممكن أنهم يتقضون موقف طبعا طبعا بعض الأحيان ربما تكون والدة هذا الطفل أو والد هذا الطفل لا يلقبالا فبالتالي البقية يعني يتحفظون على الموقف ويكون الموضوع جواهم بس ليس إلا جيد وأمر طبعا غير مقبول أبدا أشكالية كبيرة في التقدير أبدا أسألك قبل أن تقلين في جوانب قانونية كثيرة أيضا نتثير الاهتمام حول هذا الموضوع الفضيحة الأسرية كيف يمكن التعامل معها أو خلينا نقول هذا الوهم حول الفضيحة الأسرية تفضلي هذا الوهم حول الفضيحة الأسرية أول شيء في بعض الأسر عشان هي ما تتعرض لهذا الموقف أو يكون في أحد أفراد العائلة سمعت ولد العم تلاقيها تمنع الطفل أصلا من الظهور أو من الخروج أو من العلاقات الاجتماعية طبعا هذا أول سبب الاضطراب النمو النفسي لهذا الطفل خلي طفلك يعيش حياته في العلاقات الاجتماعية ويروح ويجي لكن إنشئي على ما هو الخط الأحمر اللي عمره ما رح يتعدى فهذه من ناحية الأسرة تمام لكن من ناحية المعلومة أنه والله خف أبلغ فبتالي أنا من شيء يهم الفضيحة الاجتماعية المجتمع كله يعرف بس الأسرة الضيقة رح تعرف والنظرات وما إلى ذلك يعني الفكرة هذه بالضبط هذه الفكرة إحنا لازم إحنا نوعيهم بطريقة يعني طرق التواصل ليس إلا لأن إحنا صعب أن نمسك أسرة أسرة على انفراد ونجي نقولهم لا لازم تبلغين ولا 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 علما أنه أنت لو تحركتي كل رح يدعمك القانون رح يدعمك طبعا المكاتب رح تدعمك كل رح يدعمك لأنه في النهاية ضحية وفي النهاية هو ما في شيء معيب هو تعرض إلى أمر ممتاز أو اعتداء كلنا معرضون طبعا لأي الاعتداءات مختلفة بالتالي يجب أن يكون موجودة هذه الثقة في أن يواجه أي شخص طبعا وأنا ضحية الثقة فيني والثقة اللي أنا أزرحها الولدي أو البنتي اللي تم التحرش فيه وكمان ما بعد التحرش كيف أن أهل يعيش الحياة بطريقة عادية وطبيعية بالمناسبة بس أضيف نقطة حتى نظام حماية الطفل نظم هذه المسألة مثلا عشان يخشى الفضيحة الأسرية أنه ما يخليه يطلع بر البيت أو أنه يمارس سلوكيات معينة يعتقد أو يعتقد الوالدان أنها من السلوكيات التربوية لكن نظام حماية الطفل نظم هذه المسألة ويجعلها جريمة ويعاقب عليها من يقوم بارتكام مثل هذه السلوكيات أنه يحمل الطفل مسؤولية طبعا على هذا الاعتداء اللي تعرض له نعم في سؤال أيضا جدا مهم من الناحية القانونية لو افترضوا أن مثل هذه الحالات حالات التحرش حدثت في مثلا مؤسسة تعليمية مؤسسة أيضا لها مرجعية تطال هذه المؤسسة عقوبات جراء التقصير في حماية الطفل داخلها نظام حماية أو نظام مكافحة جريمة التحرش نظم هذه المسألة أيضا وألزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حد سوا بوضع إجراءات تدبيرية نعم وكذلك توعية الموظفي ومنسوبي تلك الجهات الحكومية والخاصة واتخاذ الإجراءات التدبية اللازمة في نطاق أنظمتهم الداخلية وأيضا بما لا يتعرض إذا تطلب الأمر نعم أنه تحال القضية أو الجريمة إلى الجهات المختصة وهي النيابة العامة فهذا لا يخل بتلك الإجراءات الداخلية في نقطة أيضا مهمة التحرش ليس بضرورة يكون تحرش باللمس أو بالهمز أو باللمس قد يكون حتى من خلال وسائل التواصل الإلكتروني وهذا نص عليه في تعريف جريمة التحرش في نظام مكافحة جريمة التحرش أنه حتى لو تستخدم أي إيحاءات تدل على تحرش أو إيماءات فأنت تدخل بالتالي في نطاق جريمة التحرش جيد خلينا نأخذ حالة من الجانب القانوني وأيضا من الجانب النفسي كيف يمكن التعامل خلنا أخذ من الألف إلى الياء الآن شخص تعرض ابنه أو ابنته إلى حالة تحرش إيش هي الخطوات القانونية التي يجب أن يتخذها تفضل يبلغ الجهات المختصة مباشرة من خلال مركز الشرطة طبعا حسب حالة جريمة التحرش إذا كانت جريمة التحرش جسدية فيبلغ المركز الشرطة إذا كانت جريمة التحرش إلكترونية فيبلغ بالتالي من خلال تطبيق الوناء أو من خلال موقع وزارة الداخلية أو من خلال أقرب مركز الشرطة يقدم بلاغ بعد كذا الشرطة تحيل الموضوع إلى النيابة العامة النيابة العامة تعمل إجراءاتها بالتحقيق في الأمر وتثبت من صحة الشكوى إذا تبين ذلك تحال بعد كذا إلى المحكمة الجزائية لتصدر فيها المحاكم ويصدر فيها الحكم القضائي الملاسك مهما كان التحرش سواء جسدي أو لفظي أو حتى إيحائي أو حتى من خلال مواقع تواصل اجتماعي أو من خلال شبكة الانترنت أيضا العقوبات لو تحدثنا فيما يختصب التحرش بالطفل العقوبات طبعا النظام أعطاك حد أعلى من العقوبات من يوم إلى خمس سنوات فيما يخص الأطفال ومن ريال إلى ثلاثمائة ألف هذا الحد الأعلى طبعا هذه في الظروف العادية أما إذا كان والله الجريمة تخلى لها عدة جرائم أخرى مثلا جريمة إلكترونية جريمة أخرى فهذه لها عقوباتها الخاصة فيها جيد أستاذ هيفا أيضا من الألف إلى الياء في حال تعرض الطفل لتحرش أو الطفلة بداية من استقبال الخبر تفضلين أن يكون للأب أو الأم أو حتى يمكن في حالات يكون في وتم لا يوجد أب أو أم يتجه لمن يختار الشخص أيضا الطرف الثاني كيف يستقبل الخبر لأنه أكيد لتعبير الوجه أيضا حدة الحدث المفترض ما تصل إلى الطفل فيعيش هذا الروع بعطينا حالة نفسية لكيفية المعالجة لهذه المشكلة أول شيء أستاذي الفاضل ربما أنه أنا يكون طفلي متحرش فيه أو بنتي متحرش فيها وأنا معارفة مو كل حالة التحرش راح توصل للأسرة ربما طبعا إحنا لو نجي للقضايا التحرش هي غالبا من العمالة المنزلية أو من خارج المنزل أو من بعض الأقارب اللي يكونون جايين زيارات عندنا في داخل المنزل الطفل ربما يتم التحرش فيه مقابل مادي أو مقابل لعبة طلعة أي أمر من هذا القبيل كيف أنا كأم أول شيء لازم أعرف أنه طفلي تم التحرش فيه في أمور عندنا أصلا ظاهرية أمام مرأة عيوننا بحيث أنه يكون فيه بكاء شديد عزلة أو حالة مثلا وحشية تعامل سيء تلفظ أو تعلق بأحد الوالدين هذه من الأمور الظاهرية اللي ممكن أن الأم تكون مفاجأة لها ليش الطفل قاعد يتغير فيه أمور غير ظاهرية من خلال أنه أنا أغير ملابس ولدي ألقى نسبة الحساسية ألقى دماء مثلا على الملابس الداخلية فبالتالي أنا ممكن تكون أمور عارضية لكن أشتبه أمور أشتبه وتلفت نظري فأبدأ بالتطقيق في حالة أنه أنا اكتشفت هذا الأمر ما أجي أبدا أهب في ولدي أو في بنتي ولا أجي بأسلوب مباشر من خلال السؤال بالضبط أنا لازم يكون الشخص اللي أنا أشك فيه تحت المتابعة هوين يروح هو مع مين يجلس هل هو اللي قاعد يسوي فيه تحرش ذاتي ضمن التحرشات الجنسية يوجد تحرش ذاتي اللي هو يتم من خلال وسائل التواصل بحيث أنه في أحد فبالتالي أنا اللي قاعد أتحرش بنفسي وفيه عن طريق بالضبط الأفراد والأشخاص أنا كأم على طول أتواصل مثل ما ذكر أستاذ عبد المجيد عن طريق الجهات المختصة طيب كل شكر لكم على هذا الحديث ما عند عندنا وقت مهيشة جدا من هو الطفل النظام عرفه من يوم الميناد إلى سن 18 سنة البعض يعتقد أن الطفل بس 10 سنوات لا إلى 18 سنة شكرا جزيلا لكم بداية طبعا الأستاذ هيفا العبلاني الباحثة الاجتماعية في القضايا الأسرية أيضا كل شكر لك الأستاذ عبد المجيد الموسى المستشار القانوني شكرا أستاذ عبد المجيد شكرا لك أستاذ عبد المجيد أيضا في خبر انتشر هذا اليوم بشكل كبير لأنه يتعلق بالعمالة الأندلوسية طبعا أنا أشبه العمالة الأندلوسية أشبه بلاعب كرة القدم في البرازيل هذا الانتشار الكبير لهذا الخبر اللي وقع فيه وزير العمل والتنمية الاجتماعية في جاكرتا اتفاقية إعادة استقدام العمالة المنزلية الأندلوسية إلى المملكة بما يسهم في تنويع فرص الاستقدام أيضا كان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور أحمد بن سليمان الراجحي قد قال في وقت سابق تسعى الوزارة لتحقيق طلبات المواطنين في هذا الملف وسيتم فتحه خلال ستة أشهر لعدد ثلاثين ألف عاملة فقط كتجربة حذر خبير زراعي من كارثة محتملة قد يتسبب فيها التوسع في زراعة أشجار السدر دون الانتباه للأثار المترتبة على ذلك وجاء التحذير على خلفية إطلاق إدارة الشؤون الزراعية بجزان مبادرات لزراعة آلاف الأشجار من السدر كما أطلق رجل أعمال مبادرة مماثلة بالدرب وأبان الخبير أن الاكثار من زراعة شجرة السدر في ظل عدم وجود مكافحة متوازية مع التوسع سيزيد من أعداد ذباب الخوخ الخطيرة على الفاكهة خاصة المانغو الذي تشتهر منطقة جزان بإنتاجه فيما قلل مزارعون من هذه المخاوف مضيفين أن أشجار السدر ليس لها أثار خطيرة تذكر على أشجار المانغو وغيرها من الفاكهة ينضم إلينا بالستوديو الأستاذ محمد العامري مؤسس ورئيس رابطة سدر التطوعية أستاذ محمد حياك الله أعلم سيد الله حيك وبرك فيك في البداية خليني أسألك قراءة المقالة التي تتعلق طبعا كانت صحيفة الوطن وتتحدث عن أخطار كبيرة ومحتملة جراء التوسع الكبير في انتشار أشجار السدر خصوصا في جزان وتأثيرها على الفواكهما إلى ذلك صحيح حقيقة جثني اتصالات كثيرة وطلعت على المقالة نعم وللأسف أن يدعي من كتب المقالة ومن تحدث عنه أنه خبير زراعي خبير زراعي ورفض ذكر اسمه يعني عدم ذكر اسمه هذه بحد ذاتها أعتقد أنها رد على المقالة بتصورك ليش عدم ذكر اسمه واسمه لأنه موضوع زراعي يعني ما يحتمل عدم ذكر الاسم تفضل وهذا شيء مستغرب حقيقة نحن منذ انشاءنا الرابطة نعم و بفضل عز وجل توفقنا باختيار شجرة السدر نعم الشجرة المباركة المذكورة في القرآن والسنة و منذ أننا أطلقنا المبادرات للسدر و هذا كان خلال سنتين تقريبا نعم بدأنا في جولاي 2016 بحساب في تويتر و طبعا وسائل التواصل الاجتماعي الشجرة الشجرة مباركة و معروفة يعني زراعها واهتم فيها أبانا و أجدادنا و العجال و على مر التاريخ بل أنها ليست فقط في الحضارة الإسلامية إذا تحدثنا عن الحضارة الإسلامية هي في حتى في الحضارات الأخرى اهتمام السدر اهتمام كبير في العالم و حتى في يعني الأديان أو خلقوا في المعتقدات الأخرى نعم طيب خلينا ندخل بس تفصيليا فيما يتعلق بالخطورة المذكورة أو اللي توقع حسب رأي الخبير لرفض ذكر اسمه تحدث عن مسألة الزيادة في الزراعة خصوصا في جزان و أيضا في مناطق المملكة أنها تكون مدروسة هذه الشجرة فعلا تأصل عملية دراسة أمر مهام ولكن أهمية أيضا أن تكون موجودة في حال استهداف مشاريع في زراعتها بشكل أكبر خصوصا أن الأخطار التي تحدثت عن منتجات وطنية مهمة مثل المانغو مثلا صحيح أولا يعني هذه الآفة أو الحشرة ذبابة الخوخة وذبابة الفاكهة باكتو سيريا أو فلاي يعني هذه الحشرة هي لم يأتي بها السدر السدر مبتلأ بهذه الحشرة هي حشرة تصيب الفواكه وخاصة الفواكه يعني الكبيرة التي تستطيع هذه الذبابة أن تضع بيضها لا مبتلأ بهذا السدر يعني السدر هي شجرة تتعرض لهذه الآفة وليست حاضنة لهذه الذبابة نعم بل أن السدر من أقل الأشجار احتضان أو لهذه الآفة يعني تحدث أن هذه الذبابة لا تستهدف السدر أو أن السدر موقع تجمع لها مفضل أبدا أبدا هي مسماها ذبابة الفاكهة أو ذبابة الخوف نعم فهذه الذبابة طبعا تعيش في الفواكه الكبيرة لأن حجمها حوالي نصف سنتيمتر للذبابة ولذلك يعني فواكهة السدر أو النبق صغيرة جدا نعم بل أن اللحمة التي على البذرة والثمرة ليست سميكة وليس هناك مجال كبير تعيش في هذه الحشرة نعم لذلك والأخ والأخت والخبير الزراعي كما سم نفسه تمنى أن يتواصل معنا ونفهم يعني على أي أساس استند هذه المقولة محتاجين تعرفونه في البداية طبعا عشان تتحدثهم معه أقول محتاجين تعرفون منه عشان تتحدثهم معه نريد أن نعرف يعني نحن حقيقة صدورنا مفتوحة للنقد حتى ولي أي مداخل خليني أدام صدوركم مفتوحة للنقد خليني أسألك أيضا عن جانب ذكر مهم في هذه المقالة أو هذا التقرير الصحفي اختتم هذا الخبير الزراعي حديثه بأن الأشجار البرية ليست السدر فقط منها الأثل الضبر الأراك النيم الإبراء السرح الرنف وتحدث أنه التركيز على السدر بالذات له أهداف خاصة يعرفها أصحاب المناحل تعليقك تحديدا حول هذه الجملة اللي أنا ما فهمتها يعني بالله يعني هذه أشعر اتهام لا هي حقيقة ننظر لها أنها شيء إيجابي نعم النحل والسدر وجهان لعملة واحدة يعني يقول أحد العلماء إذا هلك النحل هلكت الحياة خلال الأربع سنوات فأنت إذا هذه الأشجار مثل السدر الأشجار النافع العاصلة تدعو للحد منها فهذه كالثة هو تحدث نقطة أنه التركيز عليها لها أهداف خاصة يعرفها أصحاب المناحل كيف يمكن تقرأ أنتم خبراء الزراعة أشياء الأهداف الخاصة لأصحاب المناحل لتخلي الدولة تتحرك وتخلي الوزارات تتحرك وتخليكم أنتم أيضا كمتطوعين أو تعملون في هذا الجوانب تتحركوا هو أعتقد يعني من باب حسن الظن يقصد أنهم يعني يستفيدون من السدر في إنتاج العسل وهذه ليست تهمة وليست سلبية بالعكس هذا إيجابية فلا شك أن الجميع يسعى للمصالح ونحن ندعو إلى زراعة وغرص الأشجار الكبيرة العاصلة النافعة والإكتار منها لعدة أسباب أولا خلينا أخذها من ناحية صحية وبيئية نعم فضل السدر من أكثر الأشجار تساعد على التغيير الملاخي تخفف درجات الحرارة بما يسمى الضل الكبير أو الكلبي الشادو يعني تصل إلى عشر أمتار في كل الاتجاه الضل الشجرة الواحدة فهذا تخفيف درجات الحرارة ثم أن السدر في دراسة يعني في جامعة الملك خالد أن من أكثر الأشجار تعطي الأكسجين وتمتص الملوثات نعم أو هكذا يعني دراسة تحدث السدر يا عزيزي أيضا من الأشجار ليس فقط للصحة والغذاء بل هي ذات مردود اقتصادي على مستوى الفرد والأسرة والدولة فنحن نقدر العوائد الاقتصادية والمالية من الشجرة واحدة ما بين 500 إلى 3000 ريال طبعا هذه تتدرج مع نمو الشجرة إذن ليس هناك أي سلبية لهذه الشجرة بل أنها تساعد على تخصيب التربة التي فيها يعني المزرع التي بها الشجر وصلت وجهة نظرك فيما تعلق بهذا وإحنا افتحنا طبعا هذا النقاش حول هذا التقرير لو جاء يتحدث عن كوارث يعني مفردة كارثة نتمنى الزملاء طبعا في الصحيفة أنه إذا كان في أي تعليق حول هذا الخبير الذي تتحفظ على أسمه لأنه مثل هذه المعلومات المتعلقة بالكوارث أو المخاطر مفترض ما تطرح إلا بشكل متعمق وإحنا بكل تأكيد افتحنا النقاش في هذه الحلقة أشكركم حقيقة فتحت باب وموضوع مهم جدا رد على الاتهام الذي في غير محلة طب شكرا لك إن شاء الله بإذن الله إذا التفاعلوا طبعا الزملاء في صحيفة الوطن إن شاء الله بإذن أو عفو صحيفة المدينة للتصحيح صحيفة المدينة أنك تكون معنا أيضا إذا افتحوا ملف النقاش حتى أنك تواجه هذا الخبير ونوصل بمعلومة لأنه إلى الآن إحنا بكل تأكيد نبحث عن المعلومة حول هذه النبتة التي ذكرت بعدة مصادر اسمح لي بالنقطة على وجهة لأن الكلمات التي استخدمت والتعبير غير صحيح ورب ضارة النافعة سيتوجه الناس الآن للبحثة للسدر وسيجدوا الحقيقة التي توضح السدر وحساب الرابطة رابطة سدر الطوعية في توتر فيه الكثير من 7000 تغريدة توضح هذه الشجرة المباركة شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد العامري مؤسس ورئيس رابطات السدر التطوعية شكرا لكم برنامج الراصد وقناة الأخبارية التي احتوت هذا الموقع شكرا شكرا لكم في المدينة المنورة يشكو بعض المواطنين في قرية القبيبة من ظاهرة الأدخن المتصاعدة مطالبين المسؤولين بجولة ميدانية لمعاينة تهالك وسوء سفلتة بعض الطرق في أرجاء مختلفة من القرية وطلب الأهالي المسؤولين بنقل المرمى عنهم في أماكن بعيدة عن الأماكن السكنية مؤكدين أن التلوث البيئي سواء كان تلوث هوائي ناتج عن حرق النفايات أو تلوث التربة والماء نتيجة طبعا يلحق أضرار كبيرة بالمواطنين وأيضا يسرب التلوث إلى المياه حيث ينتقل إلى الإنسان مما يتسبب في أثار مدمرة على الصحتين النفسية والجسدية للحديث بشكل أوسع عن هذا الموضوع ينضم إلينا من استوديوهاتنا في المدينة المنورة الأستاذ عبيد العازمي من أهالي الحي حياك الله ويهلا وسهلا فيك الله يحييك ويبارك فيك وأشكركم على استضافة في برنامج أبرز المشاكل أستاذ عبيد عندكم يعني عدة مشاكل سواء مرمى أو مكب النفايات التي تحرق أيضا عندكم مشاكل في السفلتها أشياء الأبرز التي تتضررون منها والله أستاذ الكريم إذا كان تفتح للمجال أنا عدي ستة نقاط أبدا تكلم فيها فضل أولا أشكرك على كما قلت على استضافتي في برنامج راصد الشيء الثاني عندنا نعاني من عدم زفلة الشوارع في قريتنا والشيء الثاني الطريق الرئيسي وهو طريق تبوك القديم باتجاه الشمال هذا طريق مسارين ويزتحم على الشركات والمواطنين وكذلك التشليح وكثير ما حصلت فيه من الحوادث المفجعة وتكلمنا فيه وطالبنا فيه خاصة وزارة المواصلات في المدينة المنورة ولم يحالف نالحظ في نتيجة حتى الآن جيد وغيرها نعم تفضل وكذلك مدارس ثانوي بنين وبنات نطالب فيهن ومعهد يعني حالف نالحظ كذلك فيه جيد بس خلينا نرجع إن شاء الله بإذن الله بنفتح عدد من الإشكاليات بس بنرجع للإشكالية اللي الآن نحاول حلها اللي فيما يتعلق بالمرمى للنفايات عشان ما عندنا وقت بس ولم يكون تأكيد إن شاء الله الراصد يحتوي كل مشاكل أهل الحيوى المنطقة تفضل بارك الله هذه فيه مرمى على الشارع العام نعم طريق تابوك القديم وآثر على الناس خطير مرة جدا على نفس الشارع والله أنا أنا بنفسي على الشارع العام على الشارع العام أنا مرة دومت أني غير ولعت النور الساعة سبعة فضحها على الساسة أشوف اللي قدام هذا شيخ ما ما يصبح هو يكب فيه النفايات وتحرق يكب فيه النفايات ويحرق ويظلي له يوم يومين وهو شقال بهالشكل هذا وهذا المكب معتمد من البلديات أو الأمانة أو لا الله أنا ما أدري عنه لكن هذا في الأونة الخيرة يعني ما هو قديم بالحيل قرب لهم ستة شهور أو أقرب منها توجهتوا للأمانة تحدثتوا معهم اتصلنا على الأمانة نعم اتصلنا على تلاف والأخونا اللي كش اسمه اللي هو محمد عالي اللي كلم اتصلوا على الدفاع المدني وما حا يعني ما صارت من استجابة لحد دلال وش كان الرد والله الرد يقولون أبشر وأبشر بس ما شفنا شيء لحد دلال طيب طريق تابوك القديم ويش صار عليه طريق تابوك القديم بادين فيها الحين زفلتة على مسل ونفس الشارع الأول ضعيفة نعم والله ما تأستغفر الله التريرتين لو يجن مع نفس الطريق يمكن يحكم في بعضهم ضيق الموجهين عم ضيق وعليه تشليح وحوادث وطريق فيه شركات وطريق طال عمرك على طريق تابوك القديم تذكر آخر مرة تم الزفلة فيها لا تذكر آخر مرة تم زفلتة الطريق فيها الآن في زفلتة على مسل ومادر عادي تبا تصل وش بعد مسافة المخصص لها نعم لكن لكن على مسل ما هو المطلوبة آه حتى خط الخطة الأبيضة ليفصل الطريق ما هو موجود فيها لحد الآن جيد إن شاء الله بإذن الله يصل صوتكم احنا فتحنا هذه النافذة يعني فيما يختص ببعض المشكلات في هذه القرية وبالنسبة طبعا لأمانة المدينة المنورة نتمنى أنها تتفاعل بشكل أكبر خصوصا فيما يتعلق حتى بمكب النفايات لأننا نتحدث عن خطر في الصحة البيئية وأيضا الصحة الفردية للإنسان في هذه المنطقة قرية القبيبة شكرا جزيلا عندك حديث أخير تفضل ما ودي أطيل عليك لكن بالله الشركات الغبار الشركات والنفايات هذه أنحنا متأثرين منها وتضررنا منها نعم عند الإدارات الحكومية في المدينة الخطرية جيد طيب احنا عموما توصلنا مع أمانة منطقة المدينة المنورة عشان نأخذ إجابات يعني حول سير العمل حول هذه الأشكاليات لم نجد تواصل للأسف وإن شاء الله بإذن الله هذه من ضمن المواضيع اللي بتكون معنا ونعيد متابعتها والاهتمام بها حتى نصل إلى إجابة ومن ثم أيضا نصل لحل مثل هذه المشكلات شكرا جزيلا لك أحد الأهالي طبعا من المدينة من استجهاتنا في المدينة المنورة الأستاذ عبيد العازمي في بادرة تكريمية لمسيرته الأدبية إدارة تعليم مكة تغير مسمى مدرسة إلى مدرسة إبراهيم خفاجي الأبتدائية تصدق ولا أحلف لك عجزت للسانية وصف لك نعيمة القرب في وصلك وإنت كليل من أصلك وده قلبي على يدي وهو أغلى ما عندي وهو هدية من عندي وتبغى زيادة لحبك أجيب لك قلبي تاني الليلة تصدق ولا أحلف لا تعيز بالسانية وصف لك نعلم الحب في وصلك وإنت كليل من أصلك شاعر عظيم بكل تأكيد خدم الوطن بأدبه الله يغفر له ويرحمه كل الشكر لكم مشاهدين الكرام وصلنا لنهاية حلقة اليوم من الراصد وحلقة الأسبوع الموعد يتجدد الأحد القادم الله يحفظكم في مان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة